فلاحوا المنطقة السقوية الفلاحية بالنير من معتمدية بنجردان يواجهون عديد الاشكالية منها ارتفاع نسبة الملوحة وغياب الدعم للفلاحة خاصة أن هذه المنطقة بدأت تستقطب في السنوات الأخيرة غراسة الزيتين على مساحة كبرى منطقة باية طربتها باية بشي معانا الزيتون معانا لغرسنا كل ما شايف الأرض هذه الشكالية بدينا المية فيه شوي ملوحة زايدة ملوحة إشكالية ملوحة الماء بهذه المنطقة السقوية مثلت أكبر عائق لعدد كبير من الفلاحين وحدت من تنويع الغراسات الفلاحية واعتماد تقنيات البيوت المحمية لتطوير المنتوج والإنتاج دعم فهمت الله في القنوات ومد القنوات قطر قطر والفلاح البيوت الموجودية زادة ما ثماش يعني الإنتاج دي ما يضعف حبينا أن نفهمت الله بمحاولة عما إداء مندوبية لفلاحة مدنين واجمعة المندوبية ككل النشاط أن نقترح ببرنامج محطة تحليا محطة تحليا هذه بشي نوزع الماء مشروع محطة التحليا لم ينطلق إلى الآن رغم تجهيز البيئر العميقة منذ ثلاث سنوات تقريبا بئر ستزود المحطة هي تم إنشاء البيئر هذا اللي بش تم عليه محطة تحليا هي في مراحلها الأخرى أغلب معناها الحاجات الكبيرة تخدمه مازات جنيه معناها الجني سيفيل اللي إن شاء الله بش توزع هي بش تعمل التحليا وبش توزع الفلاح حوضة تقريبا هم في حدود الخمسين وخمسين واحد نحن نأمل أن إن شاء الله في كل العام هذا إن شاء الله تبدأ الدراسات حاضرة والطلب العروض يبدأ حاضرة آمال كبيرة يرسمها فلاح منطقة بنيري السقوية على محطة التحليا التي هي في المراحل الأخيرة من الدراسات فمتى ستكون حاضرة فإنها ستسهل عمل الفلاحين في تطوير إنتاجهم وتنوعه وستزيد من استقطاب المستثمرين في القطاع الفلاحي فهذه المنطقة تزود السوق المحلي ببنيردان بعديد الخضروات والخرعيات وقادرة على تحقيق النقلة النوعية في المجال الفلاحي ترجمة نانسي قنقر